لا حديث في أمريكا هذه الأيام سوى عن الانتخابات النصفية في الكونغرس وخطاب المرشحين إلى الناخبين يدور حول ما يهمهم من الاقتصاد والرعاية الصحية إلى الأجهاد وتغير المناخ اختلاف الاهتمام هو ما جعل محمود الخطيب يرى في إسماع صوت الأقليات العرقية هدفاً فهذا ما يميز أمريكا في عندك أيرباين كوري المير السناتور كوري حوالي ثلاثة أربعة كوريين بالنسبة له فيه كمان سيتي في غاردون جروف المير فيتنامي غلانديل أرماني احنا المنشكلة لدينا احنا هون ما فيه ما أنا نفسي أشوف واحد سناتور هون عربي مرفع الرأس أمريكا مبنية على الاختلاف السياسي على الاختلاف الأثني انت قد تكون ديمقراطي قد تكون جمهوري قد تكون مستقل الكل بيحترموك بيحترمو رأيك شخصيات المرشحة من الجاليات المختلفة كل واحد منهم عنده رغبة جامحة في أن يصل ويبرهن عن خلفيته في ولاية كاليفورنيا مثلا في المقاطعة 40 منافسة حدة بين أمريكية من أصل كوري جنوبي يونغ كيم وأمريكي من أصل باكستاني عاصف محمود وفي مقاطعات أخرى أسماء مكسيكية ولاتينية منوعة باعتقاد أن ما على الفائزين فعله في الانتخابات هو تمثيل مقاطعتهم خير تمثيل سواء كان أبناء هذه المقاطعة من الجاليات الآسوية أو اللاتينية أو العربية مسلمين مسيحيين أو يهودا الاختلاف يخلق غنى ولعل الولايات المتحدة خير نموذج عن تقبل ثقافة الآخر من دون الذوبان بها وأمال أبناء هذه الثقافات أن يمثلوا خير تمثيل في المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الكونغرس الأمريكي توني طوق قناة الحرة لوس انجلس كاليفورنيا